السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hello everyone In this video we like to introduce some brief introduction to microcontroller step by step إذن في هذا الفيديو أحبي الكرام سنقوم بشرح وتقديم مقدمة بسيطة حول Raspberry PE أو جهاز التحكم قلنا في الفيديو السابق لماذا ندرس هذه السيسيلة لأن أي شخص مختص في الإنترنت الأشياء إذا لم يكن له إطلاع على هذا المجال فسيصبح معاقا وبالتالي لأننا دائما الهدف السيسيلة مقدمة خصيصا لطلبة الإنترنت أو أنترنت الأشياء أنتر نات الأشياء يعني أحدث ما يوجد في الديجيطال أحبي الكرامي أنترنت الأشياء وقلنا قبل قبل هذا قمنا بالاستعداد حيث درسنا لغة البرمجة خطوة بخطوة إذا في نفس القناة أحبي الكرام أدخل إلى بليليست ستجد مئات الفيديوهات الخاصة بشرح لغة من البداية إلى الاحتراف ولازم نتعلم بايتون إذن يعني يلزم أن تكون مطلعا على لغة البرمجة بايتون ثم هناك نتوركين أو الشبكات يعني يجب أن تكون عندك مجموعة من المفاهيم حول الشبكات المعلومياتية ثم بعض المبادئ حول الميكرو كونترولر أو برمجة الميكرو كونترولر لأننا قلنا بأن انترنت الأشياء أحبي الكرام هي المعدات التي توجد داخل انترنت الأشياء هي المعدات الدكية من حواسيب وهواسيب وتلاجات دكية تلفازة دكية كاميرات مراقبة وكذلك الكنترولر إذن عندما نقوم بتثبيت هذه المعدات نحتاج أن نبرمج المنافذ المنافذ نحتاج وبالتالي قمنا بدخول إلى هذه السلسلة التي هي أقرب إلى الإلكترونيك إذن سنبتدي بسم الله على بركة الله الشرح وكذلك نريد أن يكون عندنا شرح تناوب لغوي عربي إنجليزي إن شاء الله وشرحنا ذلك في الفيديو السابق ما تحتاجه فقط هو شراء هذا الجهاز أو غير موجود في المختبرات في التكويل المهاني أو حتى في الجامعة إن شاء الله الحصول عليه سهل جداً لأنه ليس بغالي التمن إذن ميكرو كونتلور أقل من 50 دولار أي 500 درهم إذن حتى الأستاذ يمكن أن يشتري وموجود حتى عند الأساس إذن فقط نحتاج إلى كلافية إلى لوحة مفاتيح ثم ثم شاشة لنرى لنبرمج الأشياء ثم هناك الجهاز ثم هناك السوري وكذلك عبارة عن سيستام مفتوح المصدر سيستام من شاكلة لينيكس الذي يعني هنا تشتري الجهاز ثم هناك جهاز هناك منظومة التشغيل أو أو إذن لنلخص هذه الأشياء ودائما فلسفة أحباء الكرام وهي تنوي بلغة عربي الإنجليزية لا نريد أن نبتعد عن اللغة العقيمة الفرنسية لا نستطعنا رغم أننا نجد إشكالات حتى لم نتعود على الدراسة الإنجليزية التي هي لغة العصر والعربية هي لغتنا الأصلية ولا يمكن أن نسقد الدم بدون لغة العربية الهدف من خلال هذا التوتوريال لإعطائكم نقديم الهدف من خلال التوتوريال هو تقديم مع الكثير من الانفرميش التي تحتاج لك لإنجازك يعني نريد أن نعطيك جميع المعلومات الخاصة بإنشاء مشاريعك الخاصة إذن الهدف إذن الهدف هو كما قلنا جيبيو جيبيو يقدم لك منافذ منافذ لإدخال المعلومات ثم الحصول على المعلومات منافذ 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 هذا الجهاز بالإنترنت إنه كحاسوب حاسوب أحب الكرام هنا عبارة عن ميموار أو رام ثم معالج بروسسور كذلك البلوتوث يمكن أن يقوم بالالتقاط البلوتوث إلى غير ذلك ثم هناك تصورت أوريو فيديو أنالوجيك بور سيري إكسفر كاملين يعني يعني هو عبارة عن حاسوب صغير جدا بكل مكونات هذا ما ما تود هذه الفقرة شرحه سنقضي هذه المقدمة مقدمة بسيطة سنشرح جميع أنواع هناك أنواع كثيرة من راسبيري ويمكن أن أريكم مجموعة من الصور الخاصة بالراسبيري إذن هنا فيديو إذن سأذهب إلى فيديو راسبيري ثم هناك الأنواع لاحظ هناك أنواع إذن هذه الأنواع إذن الدرس مأخوذ من هناك نماذج 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 أ نماذج تختلف من حيث المكونات كما أنها تختلف حتى من عدد المنافذ يعني عدد الموصلات والعدد المنافذ وسنشرح ذلك إن شاء الله في الفيديو المقبل بعد تقليل راسبيري إذن هناك مختلفة 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 ومختلفة الخاصة المتصلة نماذج 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 على هذا الجهاز للبرمجة نماذج IOT and Python ستجد برمجية كيف نماذج المترو كنترولر بإستعمال لغة Python إلى ذلك الحين حياكم الله وإلى اللقاء في فيديو مقبل